أن نميز جيداً بين الارتكاز المتشرعي وبين الارتكاز العقلائي هذا الذي يصطلح عليه بالسيرة العقلائية وبالسيرة ماذا؟ وبالسيرة المتشرعية السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في تقيرات السيد الهاشمي هناك أعزائي أشار إلى أنه أساساً يوجد في الإنسان المؤمن حيثيتان أعزائي في الإنسان المؤمن توجد ماذا؟ حيثيتان أعزائي ما هما؟ الحيثية الأولى هي حيثية كونهم عقلاء تتحكم فيهم أحكام العقلاء ومواقف العقلاء من حيث أنه عاقل يصدر منه هذا العمل لا من حيث أنه متشرع بل من حيث أنه ماذا؟ عاقل من قبيل الآن ما نجد النظم القائم في المجتمعات هذا النظم القائم في المجتمعات نجد أن هذا النظم سواء كان المجتمع مجتمعاً دينياً أو كان المجتمع مجتمعاً ماذا؟ غير ديني النظم حاكم في حياتهم هذا يكشف عن أن النظم في الحياة أمر متشرعي أو أمر ماذا؟ أمر عقلائي لا نستكشف أنه أمر عقلائي بدليل أننا نجد هذا الأمر حتى في المجتمعات غير المتدينة وغير المتشرع أما إذا وجدنا عملاً التفتوا جيداً عملاً هذا العمل لا يمكن أن يصدر من حيثية عقلائيتهم لا من هذه الحيثية بل من حيثية تشرعهم وتدينهم أنه لا بد عندما يريد يصلي صلاة الصبح يجهر بصلاة الصبح ولكنه عندما يصلي صلاة الظهر ماذا؟ يخفت في صلاة الظهر هذا لا يمكن أن نقول أنه هذا مرتكز إلى ماذا؟ إلى عقلائيتهم بل هذا مرتكز إلى ماذا؟ مرتكز إلى تشرعهم إلى تدينهم هذا المعنى أعزائي كاملاً في المجلد الرابع صفحة مائتين واثنين واربعين هذا التمييز بينهما ضروري جداً لأن الآثار المترتبة عليهم أيضاً مختلفة جداً مثلاً في تقريرات شهر حسن عبد الساتر أعزائي المجلد التاسع صفحة مائتين وستعاش يقول أن أصحاب الأئمة والمتشرعين المعاصرين لهم حيثيتان الحيثية الأولى حيثية كونهم متشرعة يأخذون الشرعة والأحكام من الشارع فيما لا ربط له بالعقلاء ومواقفهم الحيثية الثانية حيثية كونهم عقلاء وتتحكم فيهم أذواق وارتكازات كسائر العقلاء سؤال التفت جيداً سؤال ما الفرق سواء كان هذا أو ذاك الجواب كلا هؤلاء يقولون التفتولي أعزائي أن السيرة العقلائية ليس مبدأها الشارع نعم إذا كانت معاصرة للمشرع يعني للنبي أو الأئمة وسكت عنها وأمضاها عند ذلك تكون ماذا؟ تكون حجة فإذن المبدأ الفاعلي للسيرة العقلائية هو الشارع أم العقلاء؟ ها؟ هم العقلاء لا علاقة لشها نعم الشارع إذا لم يوافق عليها ماذا يفعل؟ ها؟ يردع عنها ومن هنا قالوا أن السيرة العقلائية لا بد أن تكون معاصرة للمعصوم ولم يردع عنها لماذا لم يردع؟ لماذا هذا القيد؟ باعتبار ليست كل السيرة العقلائية يوافق عليها ماذا؟ الشارع قد يوافق عليها فيسكت عنها وقد يختلف معها ماذا؟ فيردع عنها لأنه لم ينشأها حتى يقول أنا لم أنشأها أنا لست مسؤولا عنها أما لتفتولي جيدا أما في السيرة المتشرعية مبدأها العقلاء لو مبدأها الشارع ها؟ لأنه قلنا أن هذه إنما تكون بينهم بسبب ماذا؟ بسبب تشرعهم تدينهم فإذا من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ جاءت من الشارع ومن هنا بعد لا نحتاج الإمضاء وإنما يكفي أن نثبت أنها سيرة ماذا؟ سيرة متشرعية معاصرة للمعصوم هناك نحتاج ماذا؟ نحتاج الإمضاء لا بد أن نستكشف الإمضاء هنا نحتاج الإمضاء أو لا نحتاج الإمضاء؟ لا لا نحتاج الإمضاء لماذا؟ لأن مبدأها من أين مأخوذ؟ مأخوذ من الشارع مباشرة وبعبارة أخرى كما قلنا في البحث السابق إذا وجدنا المتشرع على أمر نستكشف كشفاً إنياً من قبيل كشف المعلول عن وجود ماذا؟ عن وجود علته أن الشارع هو الذي أمر ماذا؟ أمر بها ما أدل واضح؟ ولذا تجدون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أعزائي بشكل واضح يقول فهؤلاء إذا ثبت أنهم كانوا يجهرون في صلاة الظهر من يوم الجمعة عادة يخفتون في صلاة الظهر ولكن عندما يأتي يوم الجمعة نجدهم ماذا؟ يجهرون هذه مرتبطة بالسيرة العقلائية لبالسيرة المتشرعية لا علاقة لها بالسيرة العقلائية فهذا يكشف من باب كشف المعلول عن العلة أن تلقيهم هذا الحكم من الشارع لا من من؟ لا من العقلاء لأنها مسألة عقلائية وغير عقلائية غير عقلائية لا علاقة لها بالعقلاء وإنما هي من أين؟ من الشارع وهكذا في كثير من الأمور الشرعية ولهذا أعزائي التمييز أن الارتكاز متشرعي أو أن الارتكاز عقلائي مهم جدا لماذا؟ لأنه في المتشرعين نحن لا نحتاج إلى الإمضاء نفس وجوده كاشف عن ماذا؟ كاشف عن أنه حكم شرعي ما أدري واضح أعزائي؟ أما في السيرة العقلائية لا يكفي أن تكون معاصرة للمعصوم إذا كانت معاصرة وماذا؟ ولم يردع عنها إذا لا بد أن نبحث ورد ردعون أم لم يرد؟ ردعون